احنا على مدار سنة 24 حتى يونيو الماضي احنا طلعنا اكتر من 31 رخصة زهبية وده توجه للدولة في تشجيع المشروعات المهمة الكبيرة مساهمة القطاع الخاص النهاردة في عام 23-24 بقى 37% احنا كان السنة اللي قبلها اقل من حوالي كنا 27% او 26% فاحنا النهاردة زي ما بقول لحضراتكم ماشيين بخطة سريعة جدا في الوصول ان نبقى نسبة القطاع الخاص فعلا من اجمال الاستثمارات تتجاوز ال 65% اللي احنا وعدنا بيها وشغالين عليها السنة دي المستهدف ان احنا نقترب من 50% تكون نسبة مساهمة القطاع الخاص ففي ارقام واضحة جدا خطوات تنفيذية الدولة بتقوم بيها عشان تشجع القطاع الخاص ان هو يتحرك بقوة واعتقد دي كلها مؤشرات انها بتقولها انا بقول هذا الكلام ليه وحابب ان انا اقول هذه الارقام ليه لان طول النهار ايشعات بتطلع واخبار بتطلع تشكيك في المؤشرات اللي الدولة النهاردة بتتحرك فيها تشكيك في جدية الدولة لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص ان هو ينطلق كل ده انا حابب ان انا دايما احطه قدام حضراتكم موضوع الدين احنا برضو جزء من اللي هتعلنه وزارة المالية ان شاء الله في خلال الشهر القادم مؤشرات واضحة جدا 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 لخفض الدين الاجمالي للدولة اتحركنا وفكر حضراتكم في موضوع الدين الخارجي بقوة نزلين من 168 ل 153 مليار وعندنا الخطط بتاعتنا ازاي ان احنا نستهدف خفض الدين الخارجي فالدولة بتتحرك بالرغم من كل التحديات اللي حضراتكم اكيد متابعينها على مستوى العالم ولكن خططنا موجودة بنشتغل عليها بنتحرك عليها في خلال الخطوات دي وبنتباح تنفذها على الارض احنا مش مجرد بنطلع مجرد بافكار ولكن بنضع خطط وبنتحرك عليها في هذا الشأن علشان فعلا نحقق كل المستهدفات اللي احنا وعدنا بيها وبننفذها ان شاء الله اشتركوا في القناة